أما هلأ سالي وصلنا أكيد لفقرتنا التالية يعني فقرة بدأت ضايق البعض وتخليوني يفكروا أكتر شو بدوني يعملوا بالأيام اللي جاية أكيد كمان سالي كل حس بدرجات الحرارة يلي صارت بالفترة الأخيرة كتير عالية وشهد العام الماضي سيفا حرا شعر به جميع سكان الأرض وكان عام 2018 ورابع أكثر الأعوام سخونة وكان يفوتوا كتير من أن الصف في 2019 سيكون أشد حرارة ومع ذلك بدنا نحكي أكتر عن هذا الموضوع عن سبب ارتفاع درجات الحرارة بهذا العام بالذات عام 2019 نحكي أكتر عن هذا الموضوع بس أننا أكيد نستضيف معنا الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلاكية السورية صباح الخير نور سالي سيدي صباحكم صباح الخير فرح فرح هو نور وفرح نفس الطاقة لكن أنا شردت بقصة لما عم تقري الخبر بنور الشمس كيف عم يكون فعلا؟ فكنت أبلش أنه رغم أنه عم نشوف نور الشمس هالأيام بإضاءة قوية جدا بطاقة قوية جدا عم نشعر بطريقة غريبة بالحرارة يعني ما كنا نشعر فيها سابقا يعني كنا شرطنا بشارة قبل ما نبلش يعني شو بشارة؟ للأسف خلينا نطلع نحن مو على سوريا نطلع على الدول الأوروبية اليوم هاليومين تحديدا نشوف درجات الحرارة يلي وصلت بأوروبا فرح سهلي كانوا الناس يروحوا على أوروبا يعملوا استياف باريس إيطاليا معروفة بحرارتها يلي ما بتوصل لثلاثينات يعني معروف عنهم البشرة البيضة والشئر والزر كلها بسبب الحرارة تجيهم حرارة 45 فعلا صدمة كانت لدرجة أنه بعض الأمور يعني بعض الأمور اللي هيك البسيطة المضحكة أنه مثلا بالسويد بحياتهم ما استخدموا المراوح صاروا يضطروا يستخدموا مراوح بباريس ما عندهم شيء اسمه مكيفات مضطرين صاروا يجيبوا مكيفات وصلت لدرجة حرارة باريس من ثلاثة يام للسبعة وأربعين إيطاليا خمسة وأربعين ترجمة كثير عالية فعلا لم يسبق بالتاريخ والكلام دقيق أنسجلت فرح سالي الحرارة في أوروبا هالأرقام طيب نجي لعننا لمنطقتنا الكويت 58 يعني فعلا الخليج معروف عنه تماما لكن ما بتوصل لـ 58 لو شفتوا الصور سالي فرح كيف زفت عفوا انت بعد طريق شنون عم يشق حرارة دوليب السيارات كيف عم دوب من الحرارة شي مرعب طيب شو السبب إلنا ومنظل نقول نحن صنع بمثل ما تفضلتوا بمقدمتكم جميلة جدا بعام 2019 العام الخامس على التوالي ودخلنا بالعام السادس على التوالي والحرارة عم تطلع لفوق عم تطلع بشكل متسارع كان يظن العلماء أن الحرارة عم تزداد لكن تزايد الحرارة سيكون بطيء الطبيعة فاجئت البشرية العقوبة كانت أشد مما توقعه العلماء العقوبة كانت قاسية لإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي تراكمت بالجو بعام 2015 مع بداية التقرير تفضلتوا فيه أنه بدأت الحرارة ترتفع كان عدد زرات غاز ثاني أكسيد الكربون والكلام دقيق 375 جزيء لكل مليون جزيء من جزيئات الغلاف الجوي بالحالة الطبيعية المفروضة يكون 275 اليوم نحن 407 جزيئات كل مليون جزيء إذا وصل لل450 فعلت دنيا السلام العلماء عطوا مهلة للـ 2050 عم ما أعطي أرقام دقيقة وبالضبط الله يعيشنا للـ 2050 صحيح الله يعيشنا لكن المصير بلشنا نشعر من هلأ يعني الحرارة يعني تصير عننا فعلا غير محتملة لـ 2052 إذا استمرت الحرارة في الصعود فنحن مقابلين على كارثة بشرية أطلقنا عليها نحن بدراستنا اسمها الانقراض السادس بعد خمس انقراضات عانتها الأرض نحن مقابلين على الانقراض السادس طيب هاي الحالة الطبيعية هاي الحقيقة العلمية هذا الواقع الحل بدنا الحل الحل موجود بين إيدينا وفعلا لأول مرة أنطونيو الرئيس الأمير العام للأمم المتحدة حكى كلمة كثير كثير مهمة باجتماع الأمم المتحدة السابق لموضوع المناخ والتغيرات المناخية ودعا بسبتمبر لاجتماع عالمي سبتمبر 2019 أيلول 2019 لاجتماع عالمي بخصوص التغيرات المناخية اليوم صار فيه فرض ضرائب عالية على كل دولة عم تشع مصانعها غاز ساني أكسيد الكربون رح يستثمروا هالأموال لصناعة مواد كيميائية تعالج الغلاف الجوي زيادة الغطاء النباتي ودعم الدول التي تمليغ غطاء نباتي بحيث أنه يخففه من عاملية التصحر الشديد الحفاظ على موارد المياه مراقبة السيارات وعوادم السيارات بالذات عوادم السيارات تأخرنا بهذه الخطوة؟ تأخرنا بهذه الخطوة؟ أخرنا كثير ملاحظة حلوة لكن كثير تأخرنا لكن لا يوجد لدينا حالي لا يوجد لدينا رجعة نحن حصلنا بالسباق فعاليا بيننا وبين الطبيعة يا أما من عالج الطبيعة يا أما مبارح بالذات تقرير المياه الدولية المحيطات والبحار تفعت متر وفاصلة واحد يعني متر وعشرة سنتي متر وعشرة سنتي بالضبط إذا وصلت للمترين في دول كاملة ستغرق مثل أوروبا جزء من أوروبا الشمالية جزء من أميركا دول كاملة يعني نحن الحمد لله على بحر مغلق بحر متوسط شبه مغلق مو مغلق مئة بالمئة فما بتأثر كثير علينا لكن دول المطلة على المحيط مثل المغرب مثل أوروبا ستتأثر بشكل كبير جدا هذا الكلام علمي اليوم فعلاً عم يتداعوا العلماء لأنه يلاقوا حل لهالمشكلة هالمشكلة ما هي خاصة بسوريا ما هي خاصة بالوطن العربي هي مشكلة عم تعمل العالم ككل مشكلة مثل ما نحن عم نشعر فيها بأدنى حالاتها الأوروبيين والغرب عم نشعروا فيها بأسوأ حالاتها لأنه إذا بنطلع نحن على زهاء وأين يذهب غاز ساني أكسيد الكربون يتمركز في القطبين قرب شمال أوروبا وشمال أميركا كندا وبالأسفل قرب أستراليا والمكسيك فبالتالي أكثر دول تضررا هي أوروبا تحديدا والمكسيك والدول جنوب أميركا وأستراليا نعم منطقتنا نحن ما زلنا على الخط الآمن لكن هذا الخط الآمن قد لا يبقى آمنا إذا استمر هذا الاحتباس الحراري نعم نحن لهلنا لساعتنا بالسليم بما أنه نحن ببحر مغلق هو البحر المتوسط دائما عم نشوف مع تقدم السنين كلما عم نمر بسنة عم يصير خلينا نقول مثل كيف يتخربط الجسم عم يتخربط الجو عم يتخربط الطأس أمتى كان بسوريا ما في جو معتدى الربيع ما عدت حسنة بشي اسمه ربيع ما حسنة بشي اسمه خريف ما عدت عنا هدول الفكرنا نحن متميزين بالفصول الأربعة شو هذا السبب هل في شي بالكواكب بالكون يعني دائما أنتو كفلكيا بتعولوا على شغلات معينة أنه بسبب شي لأنه شي في تعليل معين شو التعليل تعليل هذه المرة للكواكب للشمس للأمار الإنسان فعلا لأول مرة نقولها بدقة كاملة الإنسان ثم الإنسان ثم الإنسان قبل قبل خلينا نرجع قبل الثورة الصناعية ما كان في كل هالتخبطات المناخية بدأت التخبطات المناخية بأولى خطواتها مع أطلاق أول اشتعال الوقود الحفوري واليوم ازدادت وازدادت وازدادت فالإنسان هو البلاستيك وما ينتجه الإنسان من مواد مضرة للبيئة أنت أشرت إلى نقطة سالي نعم نحن بوضع الآمن لكن خلونا نكون آغنين فعل ما ننتظر رد الفعل فهو فعلا نداء أن نوحد عمل الجهات المعنية بموضوع المناخ نشوف تأثير هذا المناخ على بلدنا في حال استمر ارتفاع درجات الحرارة يعني سالي فرح أنا ما بدي دائما أنا دائما متفائل لكن نحن لسه ما دخلنا الصيف فعليا نحن الساعتنا بأوائل الصيف أمتى بندخله تموز وآب ممتاز يعني نحن لسه هلأ ما يقطع لنا الكهرباء بتموز وآب تماما هلأ نحن ندخل نحن نتوقع أن درجات الحرارة بتوصل للأرقام القياسية بآخر تموز أول آب يعني شو الأرقام القياسية إذا بنا نقول عنهم ببلدنا أكيد أكيد مو سبعة وخمسين مثلك لا 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 أكيد نحن ما منوصل لهيك درجات لكن إذا وصلنا نحن فوق الخمسة واربعين بالظل فنحن بكارثة يعني شو معنات كارثة أنه نحن شهدنا درجة حرارة غير مسبوقة ولا تقولوا لحدا متوقع أنه نوصل لفوق الخمسة واربعين المشاهدين كلهم عارفوا لهو سر بيناتنا والمشاهدين ما حشي عنه نحن الثلاثة فمتوقع أنه يطلع فوق الخمسة واربعين لأنه واضح من أوروبا شو صار يعني أوروبا ما كانت سابقا تصل لها الحرارة واضح من دول الجوار شو صار فبالتالي أنا هي دعوة أنه خلونا نشوف شو تأثير الحرارة على بلدنا إذا إجئت شلون فينا نحن نتداركة هلأ الأوروبيين صدموا فعلا صدموا نحن على اتصال مع العلماء هناك وعلى تواصل كان متوقع درجة حرارة لكن متوقعوا واتصل لهيك فهنيك صار في حالة من التخبط شلون بدني عاجوا هذا الموضوع لا في مراوح لا في أجهزة تكييف طروا يبعتوا سيارات ترش مياه على السياح على الناس طرقات يوزعوا عبوات ماء يعني كان في خطوات لكن متأخرة أتت فصار في ضحايا عندهم وهذا كلام ضقيقي يعني في بعض الأماكن بأوروبا صار فيها ضحايا فبالتالي نحن يجبنا الآن أن ندرس تأثير المناخ بسوريا في حال استمرت ارتفاع درجات الحرارة كيف نقدر نحن نوازن بين موضوع الكهرباء ومقطاع التيار الكهربائي ما بين الماء ومغزون مائي الزراعة الطبقة الخضراء كيف نحن نقدر نمتص هذا التأثير السلبي بلدنا سدقوني والله مو مو لأنه بلدي للحبيب وبلدكم للحبيب بلدنا فيها إمكانيات كبيرة لكن علينا استثمار اليوم فرصة لحتى نحافظ على الإمكانيات الموجودة ببلدنا هناك ما عندهم إمكانيات فبالتالي أي صدمة مناخية عم تكون قاسية هون عندنا إمكانيات نمتص هذه الصدمة الجبال الخضراء اللي بالساحل المناطق السياحية ذات الحرارة المنخفضة نهر بلدي اللي بيعبر دمشق كلها هاي أمور بتساعد على التخفيف من وطئة ارتفاع درجات الحرارة مقبلين على ارتفاع درجات الحرارة ما فيه لننكر أنو نحن نعم مقبلين على ارتفاع درجات الحرارة لكن فينا نحن نمتص هذا الارتفاع دريما سألة أنت بتخلينا دايما أدعو للتفاؤل لكن هي حالة واقعة للأسف الشديد ما فينا نحن نهرب منها علما أنو رغم أنه في حرارة عالية تموز وبقاب لكن في عنا أحداث فلاكية هذه الأحداث الفلاكية ممكن تساعدنا chancellor نحن أيضاً مثل ممقبلين على حرارة عالية مقبلين على تغيرات فلكية جميلة جداً في عنا الكسوف يلي صار 2 تموز في عنا الخسوف القادم 16 تموز هذا الخسوف الجزئي الذي سيشاهد في سوريا ونسبته 65% وسيكون جميل جداً 16 تموز إلى 17 مدعوين لحتى تطلعوا على الأمر ساعة من ساعة 9 وربع مساء الأرض راح تكون بين الشمس والأمر راح تحجب الأرض جزء من القمر ضل تحجبه 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 للساعة 12 ونص 65% من القمر سيكون محجوب بعدين تتراجع على الأرض للساعة 3 وربع لحتى يخلص الخسوف الجزئي بسوريا حيكون جزئي نسبته 65% عنا المشتري بأقرب حالاته عنا الأمر وخسوف للقمر في ذلك اليوم يوم الخسوف راح يظهر معنا زحل والمريخ إذن في حالة فلكية جميلة جداً في زواهر فلكية ممتعة جداً نعم في حرارة لكن بالمقابل في عنا زواهر خلونا نستفيد منها أكيد يعني دكتور اليوم عم نحكي عن حالة فعلا غريبة عم نشوف درجات حرارة كتير عالية عم توصل مثل ما قلت لفوق المعدل الطبيعي اللي نحن فعلا نتعودنا له كمان قالت سالي عن الفصول الأربع يلي كنا نعيشه بعدها يلخربط كلاياته فينا ممكن نحن إذا إلنا ببلدنا نشوف شي جليدي أو عكس هذا الشي كلاياته يلي عم نعيشه بهذا الانعكاس كله كتير ملاحظة حلوة وبصراحة سؤال كتير مهم لأنه فعلا شفنا هذا الانعكاس ببعض الدول يعني مثلاً صحراء الجزائر صحراء الجزائر أنا زرتها يعني صحراء كلها كسبان رملية حرارتها عالية جداً الشتاء الماضي فعلاً اكتست بالأبيض كانت مفاجأة بعض دول الخليج نزل في هطل فيها ثلوج وأمطار نتذكر بمكة المكرمة الأمطاري اللي هطلت الكميات كبيرة جداً العصيري اللي صارت سلطنت عمان فعلاً نعم صار في تخبط مناخي شو وضع بلدنا الحمد لله بلدنا لا تتأثر كثيراً بهذا التخبط يعني ممكن مثل ما شفنا صار عنا سيول فيضانات هلأ ممكن الشتاء القادم نشوف هذا الشي تكرر نشوف أنه بلدنا يكون فيها ثلج أكثر لكن لن يكون بقصاوة الثلوج التي هطلت في الجزائر أو مثلاً بقصاوة حبات البرد اللي نزلت ببعض الدول حبة كبيرة كثير نحن ما رح نصل لها المرحلة هي لا أبداً لكن تخبط المناخي دخل يعني والملاحظة الأولى ذكرتوها أنتم عدم وجود فصول أربعة نعم اختفاء الفصول الأربعة هو أكبر دليل أنه نحن فعلاً دخلنا لموضوع التخبطات المناخية يعني نحن دائماً كنا معروف عنا آدار نيسان أيار أجمل الفصول تماماً حسنا هسنا أيار سجل رقم بالحرارة غير مسبوك حتى أيار يعني نحنا دخلنا من أيار في الحرارة حتى الفواكي اللي نحنا منحبها مثل العوجة ما ما استمتعنا فيها الجانوريك الجانوريك أكلنا لوعن ما ما شي الحال بس فيه دول القصص اللي بيطلحوا بالربيع ما استمتعنا فيهم كمان بيدل هذا الشيء ديش هيك فرح نحن منتظر كنا الربيع تعاكلي شهر كامل بضلك تعاكلي عوجة هلما أكلناها شغلت أسبوع مطيبة كتير صحيح هي كمان أحد الإشكاليات نحن مقربين عليها على فقرة تغييرات المناخية العلاقة بالموسم يمكن نحن عم نحاول نتفادها بموضوع الإنسان كحضارة زكية أو ككائن زكي عنده مراوح عنده مكيفات يعني بيحاول يتصدى لكن كائنات الأخرى مثل الحيوانات الأغنام مثلا كيف تتصدى للارتفاع الحراري هذا يعني نفوق كبير للأغنام هذا يعني تغيرات بالتوازنات الغذائية لاحظتوا السلسلة كيف؟ إذن حتى الحرارة راح تأثر على الطعام على الغذاء وبالتالي مثل ما تفضلت في بعض المواد الزراعية ما بتتوفر ما بتستوي مثل ما بيقوله المزارعين يعني ما بتكون موجودة متوفرة بكميات كبيرة أيضا تختفي من الأسواق قد تختفي بعض المزروعات الأسواق تحتاج لطبيعة محددة وخاصة تزرع بالربيع يعني هذه المشكلة فعلا وخاصة أنه نحن دخلنا أيار بحرارة عالية جدا 378 أنا كلامي هنا يعني أعطي أرقام دقيقة 38 مرت على العالم لم تتدنى درجة الحرارة فيها عن معدلاتها دائما الحرارة أعلى من معدلاتها دائما ما في مجال حتى عنا بسوريا خلال ثلاثة أشهر الماضية ما نزلت الحرارة نهارا عن العشرين نحن عنا كان بآدار ونيسان بيقولوا دائما نيسان أمطار نيسان بتحيي الإنسان ما نزلت الحرارة عن عشرين وهذا يظهر لنا مدى الاحتباس الكبير في الحرارة مدى التلوث الذي صار بمناخنا لأسف نعم كنا نمزح نحن نقول لازم نطلع نغير الكوكب اليوم فعلا الكوكب يمكن ما عاد يتحملنا كثير إذا ما نحن عالجنا هذا التغييرات الحرارية فعلا سالي فرح نحن عنا دعوة كثير كبيرة من قلب مجروح لأنه الوضع كثير صار يعني سيء أن نحاول نعالج هذا الموضوع بإيدينا كل واحد فينا إذا ما رمى وصخ بالأرض يفكر بقلبة البلاستيك اللي عم يرميها لو تخيلنا الإنسان اختفى من الأرض ما يبقى من الإنسان هو البلاستيك البلاستيك هم ما في بلاستيك البلاستيك هو أكثر مادة تتأخر بتحللها يعني تبقى مسيئة للبيئة لفترات طويلة وبالتالي البلاستيك نحن نحاول نكبه بأماكن محددة نحاول نعيد تكراره نحاول أنه ما نزلطه بالطريق يعني هذا الشيء عم يأثر فينا يلي عنده سيارة مثلا العادم عندها منزوعه وفيه عطل أول عم يتأثر فيه قبل غيره لأنه هذا الدخل عم يفوت بأنفه هاي مواد سامة فيها غازات مركبة من الرصاص من غاز ثاني أكسيد الكربون من الكبريت سامة لإله أكثر من الناس الآخرين ندير بالنا على هذا الموضوع دائما نحنا من خلال أحاديثنا فرع يمكن كنت بحديث أنه هي معنا شغلة بس أنه بتعكس حضارة بلد ولأ هي شغلة بترتد علينا كنا بقعدة فعمي عم نحكي أنه قديش نحنا منهم أنه نخلي كيس بالسيارة بأي قرنة حتى أنه نحط فيه الغراض وبعدين نحنا نكبه بالمكان المخصص فكانت أنه اي الله كله عم بيكب طب إحنا لو فكرنا أنه أي عنصر عم ينرمى على الأرض فهو عم يتحلل نرجع نحنا نتنفسه فنحنا لو بس هيدا الفكرة ففي منهم نطلعوا فين هيكتنون اي هي فوقت عدنا مرة تانية لقيت كل حدا معه كيس آخد معه كيس عم يحط الغراضه فيه فدائما إذا نحنا شرحنا شو ليش نحنا ما لازم نكب مو من مبدأ والله نحنا صرنا أوروبيين نحنا مو أوروبيين أوروبا بتتمثل فينا ولكن نحنا هيدا النقطة المهمة كذا لازم نركز علي فرح أكيد سالي يعني دكتور مثل ما قالت سالي لازم نحنا هذه الثقافة تكون موجودة مننا نحنا داي مهم أنه كل شخص ينطلق من بيته من سيارته من طفله يعلمه لحتى فعلا يحمي عائلته يحمي نفسه يحمي بلده من هذا الشيء هاي الثقافة كتير مهمة كتير مهمة نمشي هالثقافة مثل ما تفضلتوا أولا خلال وسائل الإعلام يعني مجرد ذكرك لهالموضوع سالي فرح أنتو عم تنشروا ثقافة مهمة جدا الأب والأم هنين قدوة لأولادهم لما الأب والأم يشوفوا الأهل عمي لما الأولاد يشوفوا الأب والأم عم يكبوا الوسخ بكيس محدد الأولاد لن يقوموا برمي الأوساخ بالطريق يعني نحن لازم نكون القدوة لما الأولاد يطلّوا علينا صدقون يتعلموا منا بيقلدونا وبالتالي نحن نحمي بيقيتنا فعلا منكون حمينا بيقيتنا ولما نحمي بيقيتنا عم نحمي صحتنا يعني نحن المي اللي عم نشربه الهوائي اللي عم نتنفسه الطعام اللي عم ناكله من بيقيتنا نتاج بيقيتنا فنحن لما نلوّس بيقيتنا عم نلوّس عم نأذي حالنا فلازم نكون قدوة اليوم فعلا لازم ناخد خطوة لهالموضوع هذا لازم يكون فيه ثقافة حماية البيئة ومثل ما تفضلتي سالي ما هي تقليد أوروبا لا أبدا هنا عم يقلدونا النظافة نشأت من عنا وبالتالي لازم نحن نتمسك بهذا الموضوع بهالعادات أنا لاحظت الحمد لله مؤخرا انتشرت بشكل كبير الحاويات الصغيرة بالطرقات عنا بسوريا هذا كتير ممتاز لازم هالثقافة تمشي صار كل واحد ماشي كلمترين في حاوية صغيرة من كبه بالحاوية الصغيرة وممكن بالمستقبل نعيد تكرير النفايات نستفيد منها يعني النفايات أيضا طاقة بالنهاية نستفيد منها ففيه عنا نتاج كتير كبير طبعا نحن كتير حكينا عن حرارة نسينا الأحداث الفلكية يعني نحن مقابلين على الأحداث الفلكية بس منشان ما انسى أنه عشرين تموز عنا حدث فلكي مهم جدا يعني بعد حملة هالتشاؤم شوي بالطقص خلونا نتفائل بعشرين تموز رح يكون ذكرى مرور خمسين عام على هبوط أول إنسان على سطح القمر فالعالم كلهم احتفل بذكرى مرور خمسين عام على وصول أول رائد فضاء نيل أرمسترونغ على سطح القمر اليوم بعد خمسين عام العلماء فعلا عم يفكروا باستثمار القمر بعد خمسين عام رح تنطلق أول المشاريع لاستثمار القمر سياحيا يعني لما كنا نقول أنه شهر عسر على الأمر هلأ رح تتحقق بصير كل واحد شهر عسر على الأمر لما حده يتقدم يخطب وحده هلأ يأخذها على الأدقية وما بعدين بعدين على الأمر بس هو لازم شرط هذا حلو يعني مليون دولار مليونين دولار ممتاز لا شرط ملزم فإذن خمسين عام على ذكرى وصول إنسان على القمر هيكون عنا في نشاطات كبيرة بهذا اليوم تحديدا لرصد الأمر ابتداء من 16 تموز نحنا عنا رصد الخصوف ماشيين هيك لآخر تموز هيكون عنا نشاطات وتنوعة خاصة بهذه الذكرى الحلوة جدا ذكرى وصول إنسان على سطح القمر نعم يعني دكتور نقلك شكرا كتير كل المعلومات اللي قدمت لنا يا هون نتمنى العالم تاخد احتياطاتها جايين على صيفية غير شكل جاهز أخوالكم على صيفية غير شكل نقلك شكرا دكتور نتمنى الصحة والسلامة وطنة يظل أحلى وأجمل الأوطان شكرا إليك فرح سالي يسعد صباحكم صباح المرد بالخير يسعد صباحاك دكتور محمد العصير يكيد حديثنا معك يا طول وممتع جدا مثل ما قالت أيضا فرح نتمنى السلامة والصحة للجميع ودائما الإنسان ينطلق من نفسه حتى يحمي حاله ويحمي غيره ويحمي بيته ويحمي أولاده اللي جايين بيئة المستقبل نورد صباحنا وأهلا وسهلا فيك